بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المجاهدين أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها والحقنا بالصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور وفقنا الله تعالى وإياكم لصالح العمل كعادتنا في حلقة وسط الأسبوع ستكون الإجابة على ما وردنا من أسئلتكم عبر صفحة قناة الفلوجة في منصة الفيسبوك فنبدأ على بركة الله وعلى الرحب والسعب أخت تسأل تقول هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب أمام أبنائي وهم شباب وبدون استقبال للقبلة وأحيانا أتعب فأتكئ على الوسادة فأقرأ هل يجوز ذلك؟ قراءة القرآن لا يشترط لها الحجاب إذا لم يكن هناك محارم أبناؤك وزوجك وإخوانك وأبوك أولئك محارم لذلك لا مشكلة أن تقرأ القرآن أمامهم بلا حجاب نعم لا مشكلة في ذلك وكذلك استقبال القبلة ليس واجبا فمن أراد أن يقرأ القرآن على غير جهة القبلة جائز مع أن استقبال القبلة بالقرآن أفضل يعني لأنه عبادة لكن لو قرأتي على غير جهة القبلة جائز وعندما تتعب تتكي على وسادة يعني مخدة هل يجوز ذلك؟ نعم نعم يجوز ذلك ولا مشكلة الله تعالى يقول في القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فذكر الله تعالى للإنسان المتك على جنبه أو حتى على ظهره ليس فيه مشكلة ليس فيه مشكلة إن شاء الله والقرآن بلا شك هو أعظم الذكر أخ يسأل يقول هل يجوز متابعة أفلام قصص الأنبياء؟ لاحظ أخي أولا إذا كان هذا الفيلم أو المسلسل أو أي شيء آخر مشاهد إذا كان من إنتاج دولة غير مسلمة يحرم قطعا متابعته لأن غير المسلمين من اليهود والنصارى قد حرفوا قصص الأنبياء ولو قرأت الآن ما يسمى بالكتاب المقدس بعهده القديم أو العهد الجديد يعني المنسوب إلى التوراة والمنسوب إلى الإنجيل أو قرأت الصحفة الموجودة عند اليهود الآن لو جدت فيها من الطعن بالأنبياء ونسبة الصفات السيئة والبذيئة إليهم وإلى آل بيتهم وإلى أصحابهم لو قرأتها يعني كلام لا ترضاه على عدوك كلام نسبوه إلى الأنبياء لو صدر أو لو أخبرت بأن أفسق أهل زمانك قام به فلن تصدقه أكرر أفسق أهل الزمان والإنسان الفاسق العادي أفسق أهل الزمان لا أريد أن أذكره إجلالا وتقديرا لمكانة الأنبياء مقام الأنبياء خطير جدا الانتقاص من قدر أي نبي كفر الاستهزاء بأي نبي كفر ذكر أي نبي بالاستخفاف كفر تشبيه إنسان بصفة نبي أو تفضيله على هذه الصفة كفر إذا قلنا فلان أجمل من يوسف أو قلنا فلان صبر أكثر من صبر أيوب كفر أو فلان ابتلي ببلوة فحزن أكثر من حزن عقوب على يوسف كفر لا أجوز الصفات التي ذكر الله تعالى لأنبياءهم بلغوا فيها القمة فقصص الأنبياء الحقيقية حصرا ما وردتنا في القرآن الكريم والسنة النبوية القرآن قصى لنا بأن اليهود اتهم السيدة مريم بالفاحشة يجل قدرها وعلى فكرة لا يزالون إلى يومنا هذا يتهمون السيدة مريم بالفاحشة يجل قدرها الكريم طيب فقصص الأنبياء إذا قامت بها دول أجنبية الفلام الأمريكية والفلام الأوروبية بصورة عامة أو أي دولة غير مسلمة إذا قامت بها فأكيد هم يقومون بها بحسب تحريفاتهم وبحسب كتبهم المحرفة لذلك يحرم قطعا متابعتها والتصديق بها كفر لأن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه الله تعالى أثبت لنا بأن كتب اليهود والنصارى محرفة لذلك الذي يقول بأن كتب اليهود والنصارى الآن ليست محرفة يكفر لأنه يخالف القرآن القرآن قال أنها محرفة زين الإنسان أسير ما يراه ويتأثر لا شعوريا لأن قوة القلب أقوى من قوة العقل أحيانا إنسان قلبه يفتن بشيء مع أن عقله يقول هذا أمر خطأ لكن قد يصدقه بقلبه زين فهنا الإنسان ربما إذا رأى فيلما أجنبيا يحكي قصة محرفة فيها انتقاص من النبي في قلبه ربما يصدقها ويتعاطف معها وينشد مع الفيلم خاصة هم يهتمون بالإدراما والتأثير الذي يكون على المشاهد فمتابعة الأفلام أو المسلسلات أو أي عمل آخر مرئي للأنبياء إن كان من جهة غير مسلمة يحرم قطعا يحرم قطعا انتهينا من هذا الموضوع نجي إذا كان من إنتاج دولة مسلمة فإذا كان هذا الإنتاج يخفي صورة الأنبياء مثل مسلسل كان مسلسل مصري قديم اسمه لا إله إلا الله يحكي قصص الأنبياء وفق القرآن الكريم والسنة النبوية ولا تظهر فيها صورة الأنبياء اذكر أنه تظهر صورة نور أو كذا هذا جائز أيضا أو مثل فيلم الرسالة الذي يجسد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دون ظهور النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا جائزة ليس فيها مشكلة فإذا ظهر النبي فهنا حقيقة فيها مشكلة فيها مشكلة شرعية لأنه لا يمكن أن يجسد الأنبياء بصفة إنسان لأن الأنبياء يعني أناس كاملون لا يمكن أن يشبه فيهم إنسان آخر مذنب وعده ونقص لكن لو حصل هل هذا هو يعني نقول حرام ما دامت القصة صحيحة فمتابعته ليست حراما لكن على ألا تظن في قلبك وحاول ألا تتخيل أن صورة النبي هو صورة هذا نعم عموما متابعتها إذا كانت من دولة مسلمة أو كانت تصوير موافقا لما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية فيعني متابعتها جائزة ليست حراما إن شاء الله على ألا تتخيل أن شكل النبي هذا هو طيب هل يجوز أخو يسأل يقول هل يجوز للقصاب الظهر أن الأخ قصاب يعمل بالقصابة بالجزارة أن يذبح المواشي باليد اليسرى هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الذبح باليد اليسرى أو أمر بأن يكون الذبح باليمين اليمين أفضل لأن اليد اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في كل شيء كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في كل شيء حتى في تنعوله وترجله يعني يلبس النعال باليمنا ولما يخلع يسرق قبل اليمنا والترجل المشط طيب والاشياء المكرمة بصورة عامة النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم بها اليمين اما الاشياء المهانة كتنظيف الانف او استنجاء تنظيف النجاسات كان يستعمل اليسار فبنسبة للذبح امر مكرم فيفضل باليمين لكن لو ذبحه باليسار جائز ليس فيه مشكلة ايهما افضل للقصاب الافضل هو ما يريح فيه ذبيحته اذا هو القصاب اسراوي يقول اذا اذا ذبحت باليمنا انا اجد مشقة وربما تجد الشات ايضا مشقة في الذبح لا نقول له اليسار افضل لك الافضل باختصار اذا كان يجيد كل اليدين فاليمين افضل واذا كان يجيد يد واحدة فتلك اليد افضل ان كانت يمنى ولا كانت يسرق زين عيني لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة الطريقة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليرح احدكم ذبيحته واليحد مديته المديه السكين يعني حيثها زين مدخلها عمية وما تذبح زين وكأنك تميت الذبيحة مرتين لا خلتكن تقطع بسرعة وليرح ذبيحته نعم اخ كرر في كل حلقة تقريبا يكرر تفسير كونوا حجارة او حديدة هذا شرحناه في برنامج الحج والذين في الناس بالحج فالاخ نرجو متابعات الحلقات الماضية شرع فيها تفصيل فصلناه ومذ تلك الحلقات وهو يرسل هذا السؤال هل يجوز وضع العطر للنساء العطر للمرأة اذا كانت امام غير الزوج والمحارم حرام قطعا حرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي ممرأة تعطرت فشم عطرها اجنبي فهي زانية مو الزنى الذي يقام فيه الحد لكنه من انواع الزنى كما ان النظر من انواع الزنى ويعني ان العينان تزنيان الزنى هم النظر والليسان يزنيه زنىه النطق فمن انواع الزنى وهو التقبيح للإثم ليش النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالزنى لان الزنى من اعظم الكبائر ومن اكبر الجرائم ومما اتفقت الشراءع على تحريمه لذلك فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر بالزنا يعني هذا إثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى مرة جاءني سؤال يقول المرأة إذا كانت لا تضعوا العطر لكنها تضعوا المعطر معطر الجسم علي من ده تضحكين أختي وشون الفرق هو شون من العطر الاسم يعني كل شيء له رائحة هذا هو عطر كل شيء له رائحة إن كان عطرا طبيعيا أو كان عطرا صناعيا أو شيء آخر لا يجوز ذلك كله حرام على المرأة تعطري أمام الزوج والمحارم فقط هنا أخ يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه آية قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الآية واضحة اليوم أكملت لكم دينكم ثم قال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا قول الله سبحانه وتعالى تمام الدين ابتدأ بآدم دين واحد يعني مصطلح أديان هذا المصطلح لم يرد بآية في القرآن الكريم فهو دين واحد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام كأنما دين واحد فقط طيب واليهودية والنصرانية تلك الشرائع يعني مراحل لهذا الدين الواحد الذي ابتدأ بآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ارتدأ بآدم بأي دين حكم آدم بالإسلام ثم بعد ذلك استمر حتى وصل إلى أدريس ثم استمر حتى وصل إلى نوح ثم استمر حتى وصل إلى إبراهيم فإسماعيل وإسحاق وكذا ما بعث الله نبيا إلا بالإسلام واضح وعندما نرها سيدنا سليمان عليه السلام قال وإني من المسلمين توفني وآية أخرى في النبي آخر توفني مسلم ونحقني بصالحين مسلم إسلام إن الدين عند الله الإسلام وهكذا الدين الإسلام لكن مر بشرائع هذه الشرائع لها أسماء والأسماء لها أسباب يعني لماذا سميت اليهودية لأن أصحاب موسى عليه السلام قالوا اللهم إنا هدنا إليك وقيل نسبة إلى يهود ابن يعقوب ولماذا سميت الشرائع النصرانية أو المسيحية النصرانية نسبة إلى منطقة الناصرة وعيسى بن مريم عليه السلام كان يقال له عيسى الناصري أو لأن الحواريين قالوا نحن أنصار الله وسمي بالمسيحية نسبة إليه فهو المسيح سمي مسيحا لكثرة ما كان يسيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في الأرض فهي أسماء تابعة لأسباب أما الإسلام ما هو سبب لم يسمى بالدين المكي ولم يسمى المحمدي شريعتنا ليس اسمها المكية لنسبة إلى مكة ولا المدنية لنسبة إلى المدينة ولا المحمدية اسمها الإسلام هو نفسه الاسم الأول فكل أمة من الأمم نبيها يخبرها بأن آخر الأمم بعثة هي أولها دخولا إلى الجنة وهي الأمة الخاتمة وهي أفضل الأمم وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى فكل أمة تتمنى أن ينزل الله آية تقول أكملت لكم دينكم لكن الله لم ينزل هذه الآية عليهم وكل ما جاء نبي بشر بنبي بعده فلما كان نبي صلى الله سلم قال الله اليوم أكملت لكم دينكم الآن اكتمل الدين فلا كتاب ينزل ولا وحي ينزل ولا تشريع جديد بعد ذلك متى كان هذا في حجة الودع أكملت لكم دينكم الذي ابتدأ بآدم وليس الدين الذي بدأه النبي صلى الله سلم النبي صلى الله سلم عندما ابتدأ بإقرأ من غار حراع هو استمرار للرسالة القديمة لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وإخوة ودينهم واحد هذه صريح صحيح طيب أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الدين نعمة لأنه إنقاذ من الضلال إلى النور وإنقاذ من مظالم العبيد إلى عدالة الله سبحانه وتعالى وعدالة التشريع فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام دينا هذا هو تفسير الآية طيب يعني خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد تشريع خلاصة هنا أخ يسأل يقول ما سبب تحريم بعض شيوخ أهل السنة بتحريم لعبة البوبجي يعني لا أدري إن كان غير أهل السنة قد أباحوها بما أنك سألت عن السبب لعبة البوبجي هي عبارة عن مفاسد متجمعة في لعبة مفاسد كأنها تستهدف أخلاق الشباب أولا فيها الاختلاط يعني فتح باب الاختلاط دون أن تتعنى البحث عن الرقم اختلاط بين الرجال ونساء متى تتعنى تبحث عن الرقم متى تتعنى تبحث عن صفحات فيسبوك متى تتعنى لعبة دخلتها هناك من يشترك فيها من الرجال ومن النساء ويمكن بعد ذلك أن يكون اختلاط المذموم ثانيا أنها مدرسة لتعليم الجريمة ولتعليم السرقة وإلى آخره شون تعليم؟ مراحل تسرق سلاح هذا تسرق ثياب هذا تسرق كذا تسرق هذا بحيث لا تجتازها إلا بهذه أو تقتل بغض النظر عن حق أو باطل أنت طبعا لا تقوم بقتل أنا لا أقول لك أنت ترتكب جريمة القتل لا هي مجرد رسوم لكنها تعليم لهذه المفاسد تعليم لهذه المفاسد تبعث في الإنسان روح الجريمة وقد رأينا أن بعض الجرائم قد ارتكبت بنفس الطريقة مثل مجزرة أستراليا التي حصلت في قبل مدة أو جريمة إسلندا وكذلك بعض الجرائم التي تكون في أوروبا وحتى أن الذي ينزل هذا المقطع ويفتخر بتصويره ينزل معه بعض الموسيقى أو بعض اللقطات من لعبات باب جي ستقول أن لا أفعل هذه وعلى فكرة جاءتها مرة من المرات في أحد الأزمنة سجود لصنم سجود لصنم طيب تقول بعد ذلك رفعه لماذا رفعه بسبب مقاطعة المسلمين له وليس منهجا لهم إذن أصل منهجهم يرضى السجود لصنم ولو بلعبات لكن بسبب مطالبة المسلمين وخافوا من قلة المشتركين مسألة اقتصادية فمسحها على اي تحال عندنا قاعدة شرعية تقول يجب سد الذرائع لا تقولي أنا ما سوى هاي ولا هاي ولا هاي هي الحكم مو خاص بك أنت الحكم يكون عاما فسد للذريعة صدرت الفتوى بهذا التحريم يعني ما هي علة تحريم الخمر زوال العقل تمام؟ زوال العقل الله سبحانه وتعالى يقول حتى تعلم ما تقولون إذن العل الإنسان لا يعني ما يقول طيب إذا إنسان قال أنا أقدر أشرب خمر قليل وما أسكر نقول الحلال عليك ننطيحكم خاص به لأنه علة التحريم ما توفرت به لا حرام لو وضعت قطرة واحدة في فمك حرام فهذه كذلك الأصل فيها التحريم بسبب ما حوت من مفاسد ولا ليش باقي الألعاب ما نقول عليها حرام الموضوع مو موضوع تهجم على لعبة إنما للمفاسد الموجودة في هذه اللعبة زين عموما هي حرام من تهل الموضوع ما سبب قولي آمين في سورة الفاتحة مع أنها غير موجودة في الآية هل ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد جوابا صحيحا أبشر تجدوا الجواب الصحيح طبعا هي ليست آية قول آمين ليست آية لذلك الذي صلى ولم يقول آمين صلاته صحيحة ليست باطلة لكن من السنة والمستحب أن تقول آمين في صلاتك لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال قولها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام إذا قال الإمام ولا الضالين يستحب أن يقول آمين لكن بصوت أخفض من قراءة الفاتحة ما يجهر بآمين الإمام إنما يقرأ في ذا قال ولا الضالين يقول بصوت يعني يسمعهم القريبون آمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة أمن مع تأمين الإمام فمن وافق تأمينه تأمين الإمام فقد أمن معه أهل السماء لذلك الإمام بعد أن يكمل ولا الضالين أن تقول آمين هكذا حتى يتوافق تأمينك مع تأمين الإمام وكذلك إذا كنت مفردا تقول هذا ما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليست آي نعم لكننا نقلد رسول الله في صلاتنا فهو عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وقد نقل لنا الصحابة ومن بعدهم إلى أن وصل إلينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في صلاته ويؤمن خلفه أصحابه الكرام رضي الله عنهم أخ يقول في صلاة الفجر والمغرب والعشاء ما سبب عدم ذكر باسم الله الرحمن الرحيم بصوت مرتفع من قبل الإمام مع أنها آية من كل سورة لاحظ أخي البسملة أولا هل هي آية من كل سورة أم هي آية واحدة يؤتى بها الفصل بين السور عموما هل مسألة مع الخلاف لكن في مسألة الفاتحة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة أحيانا وورد عنه أنه كان لا يجهر كل الأمرين وارد لكنها تقرأ الإمام عندما تسمعه يقول الحمد لله رب العالمين مباشرة هو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في قلبه لم يجهر بها وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جهر بها الإمام فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا جهر بالبسملة لذلك كل الأمرين موجود نعم سائل آخر يقول والدتي تسأل هل يجوز إعطاء الزكاة والصدقة لابن أخيها وهو يتيم الأم والأب ووحيد وليس لديه إخوة يعني بلا شك ابن الأخ وابن الأخت والأخ والأخت كذلك يجوز إعطاءهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين ولابد أن نبين بأن اليوتم ليس من أسباب الزكاة أو الكفارة أو شيء آخر لأن هناك يتيم غني يتيم بس أبوه خلاله إرث وخلاله تاريك كبيرة هذا لا لكن إذا كان يتيما فقيرا فله أولوية اليوتم مساعد لأن عنده أب وهو فقير الأب يشتغل ويجيب له أو يشتغل لكن يتيم مصغير هذا إذا كان فقيرا فهو أولى وكون ابن أخ وكون ابن أخت بعد أفضل طبعا الأرحام أولى بالزكاة إذا كانوا فقراء من الأباعد لأن الصدقة للغرباء صدقة وأجر عظيم طبعا وهي للأرحام صدقة وصيلة ورحم تمام أيهما أولى الرحم أو الغريب ذو الرحم يعني القريب أولى لكن إذا تساوت الحاجة مو ابن عم فقير وواحد غريب راح يحتاج عملية راح يموت إذا ما يسويها لا ذاك أولى لكن عنده تساوي الحاجة هذا فقير هذا فقير نعم هنا القريب يكون أولى يعني كما يقال الأقرب هنا أولى بالمعروف هذا ليس حديثا لكن هي قاعدة صحيحة طيب أخت تسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي أمام غير المحارم كابن خالتها وما شابه ذلك لا يجوز ذلك لا يجوز إلا إذا كانت مثلا كبيرة أو مقعدة تصلي هي جالسة يجوز لأن سبب التحريم ليس نفس الصلاة سبب التحريم لناسة تركع وتسجد وتكون في هيئات لا ينبغي أن تفعلها المرأة أمام الرجل كهيئة الركوع وهيئة السجود لذلك المرأة تصلي مختلية بعيدة عن الأجانب نصد بالأجانب يعني غير المحارم ابن العام وابن الخال أجانب هذا السؤال يجرنا إلى مسألة تربوية أوصيكم إخواني وأخواتي ممن لكم بنات انصحوا بناتكم من حيث التربية قولي لهن إذا سقط منك شيء وأنت في طريق أو في دائرة أو في شارع أو في مدرسة أو في أي مكان آخر يوجد فيه رجال فلا تنحني لحمله إنما كوني بهيئة الجالس لا بهيئة الراكع إنما كوني بهيئة الجالس وحمليها ثم قومي لا تركعي لا تنحني بهيئة الركوع إنما اجلسي ثم ليس اجلس على الأرض إنما يعني نزول إلى الأرض وحمليها فإن هذا أحفظ للمفاتن وإذا كنت جئت إلى مصعد مصعد كهربائي وجدت فيه رجالا رجل واحد وأكثر فلا تصعدي حتى تكوني بمفردك أو يكون معك نساء وإذا جئت إلى درج للصعود وجدت خلفك رجلا فلا تصعدي أمامه بل تنحي جانبا ثم تدعي حتى يصعد فإذا صعد فاذهبي بعد ذلك حتى لا ينظر إليك وأنت تصعدي وكذا يعني هذا أحفظ للمرأة فإننا في وقت غواية القابض على دينه كالقابض على الجمر ونحن في زمن الغربة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء إياك أن تستمع لمن يقول لك لم تبقى هذه الأشياء في زماننا تلك أمور قديمة أو هذا الزمن يختلف عن ذلك الزمن لا الأخلاق واحدة والزمن لا يختلف لكن اختلفت الطبائع واختلفت السجايا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجعنا فأيها الابن لا تقل لأبيك إذا طلب منك شيئا أن تقول له زمانك غير زماننا والزمان اختلف الزمن لم يختلف أبدا إنما اختلفت الأخلاق فلا تكون عاقا طيب أخت تقول سؤالي بخصوص الإرث توفيت أمي قبل عشر سنوات وتركت لنا ذهبا وبعنا الذهب عند الصائغ بعد وفاتها وقسمنا الذهب بين الأخوات ولم نعطي الإخوة شيئا منه بناء على طلب أمي قبل وفاتها والآن نريد إعطاء إخوتنا حقهم من مال الذهب الذي بعناه سؤالي هو هل نعطيهم المال بسعر الذهب الذي بعناه قبل عشر سنوات أم بسعر الذهب في الوقت الحالي أولا وصية أمكم باطلة عندما قالت بأن الذهب للبنات فقط وليس للأولاد هذه الوصية لا يعمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث ماكو وصية للوارث هذا ذهب مال يقسم حسب القسام الشرعي لكن إذا إخوانك رضوا بذلك قالوا خلاص هذا إحنا متبرعين بالشن للخواتنا جائز أما إذا طالبوا فيحقوا لهم ذلك طيب الآن نيجي نقول نفترض طالبه نفترض أنهم طالبوا هل تعطيهم المال بحسب سعره الآن أم بحسب السعر القديم قبل عشر سنوات إذا تم بيعه وتقسيمه بينكن بموافقتهم يعني ما يخالف روحوا بيعوا فعندئذ لا يحق لهم أن يأخذوا أكثر من حصاصهم بالسعر القديم أما إذا كان بغير رضاهم أو بغير علمهم أصلا ربما تجاوزتهم أنتم ما ما سألتهم وشلت الذاب رح تبعته فعندئذ من حقهم أن يأخذوا منكم بسعر اليوم بقيبته بسعر اليوم لأن هذا حقهم وأنتم لم تستشيرهم فيه أخذتم حقهم دون علمهم أو دون رضاهم أو دون موافقتهم نعم عندئذ من حقهم أن يأخذوا بسعر اليوم لكن عموما توافقوا حتى لا يكون هناك اختلاف بينكم حكم لأن النعمة أعوذ بالله أعوذ بالله إذا قصد الإنسان أن يلعن نعمة الله ونسبها إلى الله يكفر يكفر يكون كافرا عليه أن يعيد النطق بالشهادة وأن يستغفر الله ويتوب إليه وإذا لم يقصد ذلك إنما إنسان مثلا ضجر من أكلة معينة أو كذا وسبها بقصد هذه الأكلة فهو آثم آصي لله سبحانه وتعالى وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن لا يعود لأن ابتذال النعمة محقل لها مو عدن وبل يجتمه ويسبه ويلعنها الابتذال يعني لهين النعمة يا أخي والله يتمحقوا البركة منها النعمة إذا ابتذلت نادت اللهم اجعل ثماني غاليا بعض النساء غفر الله لهن يرجع المعوم بيرز تمن باقي بيبقايا ما ترجعه وتروح الذبب بالأوساخ وربما لا تتورع أن تضع في نفس سلة المهملات نجاسات مثل حفاظ الطفل أو شيء آخر وتضع فيه طعام يا أخي والله هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى هناك أناس لا يجدون عشرة طعام الذي يرمى في القمامة وعلى فكرة بآخر إحصائية العراق ضمن أكثر الدول التي تتلف الطعام يعني الطعام الذي يلقى العراق ضمن أكثر الدول العراق ودول الخليج ضمن أكثر الدول التي تتلف الطعام ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخواني والله النعمة تبقى في البيوت بصونها بصونها من الابتذال وتحرب من البيوت بالتبطر عليها وبإلقائها وعدم صونها إذا تلب نفسك راح تلقي خلي جدر قدر صغير للأكل المأكل يعني رؤس باقي بي شوية أثر مرقد تقول ما أحد يأكله خلي بهذا المقان انطيل الطيور المفروض أحد ما يستنكي في أكله يا أخي اطيل الطيور كذلك الخبز المتبس وما أشبع ذلك اطيل الطيور تكون مأجورا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر رجل دخل الجنة بكلب سقاه كلب جرى جل عطشان إلى بئر يعني نزل في البئر فشرب منه ثم خرج فوجد كلب يلهث فقال لقد أخذ هذا الكلب ما أخذني يعني العطش اللي صار عليه صار على الكلب يهاي نفس وانت نفس انت أكرم منه وأفضل عند الله نعم لكن في النهاية نفوس تعطش وتجوع فخلع عن عاله لا يوجد حذاءه لا يوجد عنده صحراء ما عند طاسة ولا معنون فخلع عن عاله فملأه الحذاء ما لا أجلكم الله فشرب منه الكلب قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له بجرعة ماء الكلب فاستغل هذه النعمة اللي تدخل بها الجنة مو مو لتمحق البركة عن بيتك هنا أخ يسأل يقول بعنا سيارة بالوعدة مصطلح الوعدة مصطلح عراقي يقصد بالدين دين أو تقصيط على أمد بعيد يعني بالدولار هل إذا ارتفع سعر الدولار أو نزل حرام لا أخي مو حرام لكن ما لك حق إذا مثلا نزل الدولار تقول لا أريد بالعراقي وإذا صعد الدولار تقول لا أريد بالدولار بما أنك بعتها بالدولار بعت هاي السيارة لنقول بعشرة آلاف دولار عندما يحين الموعد إما أن تأخذها بالدولار بنفس السعر الذي بعته له بدون زيادة أو أن تأخذه بعملة أخرى توافقه يوم التسليم بعته بدفتر عشرة آلاف دين عشرة آلاف دولار زيان حان موعد التسديد وكان سعر الأشرة آلاف دولار مثلا 15 مليون إما يعطيك عشرة آلاف دولار أو يعطيك 15 مليون عراقي ما يصيره تقول لا أنا لما بعتلك يا كان يسوى 16 مليون أو هو يقول لك كان يسوى 13 مليون ما يصير إنما العبرة إما بالسعر نفسه الذي انعقد البيع عليه باش انعقد البيع بالدولار إما تنطيب نفس السعر بالدولار أو قيمته بالعراقي بسعر يومه يوم التسديد مو يوم البيع عندئذن يكون البيع حلالا نعم ارتفع الدولار أو لم يرتفع لا يهم أنت بعتها بالدولار تستلم دولار تكون بايع تكون خسران هذا يعني مو مشكلة لأن العبرة ليست بالدولار العراقي لأن عملة البيع هي الدولار صعد نزل مو مشكلة لما يجوز يتغير البيع طيب أخ يقول أحيانا عندما أكمل الصلاة أرى في لباسي بعض النجاسة فماذا أفعل هل يعيد الصلاة طبعا بلا شك أنت لم تذكر ماهي النجاسة إذا وجدت إذا تقصد الدم فالدم يتسامح فيه إذا كان بمقدار راحة اليد هذا الكف يسمى المقدار الدرهم الدرهم البغلي أو كذا إذا كان بمقدار الدم بهذا الحجم وطبعا غالبا ما رح يكون بهذا الحجم إذا كان بهذا الحجم جائز ماكو مشكلة لا تعيد لكن البول أو الغائط يجب غسله مشرط على تغسل الثوب كله ولا تغسل أنت تغسل فقط هذا الموضع من الثوب وتغسل الموضع الذي لامسه من جسدك أو خرج منه من جسدك فقط وتعيد الصلاة نعم نعم إذا كان بول أو غاية تعيد الصلاة حتى لو صليت أكثر من فرض ثم اكتشفته تعيد الصلاة أما إذا صليت فرضين وما تدري بأيهما خرج فالأوراع أن تعيد كلا الفرضين لكن إذا صليت الفرض الأول وأنت متأكد أنه لم يكن هناك شيء تعيد فرضا واحدا ويقول أيضا مرات وأنا في الصلاة أحس أنه ينزل مني قطرات فماذا أفعل شوف أخي أحيانا الشيطان ينفث على الإنسان فيحس بخروج شيء فإذا أحسست بهذا الشيء لا تخرج من الصلاة إنما انتظر أكمل صلاتك وبعد الصلاة انظر فإذا وجدت أثر شيء ساقط نعم أعد الصلاة نظف هذا الجزء من الثوب وهذا الجزء من البدن ثم أعد الصلاة وإذا لم تر شيئا فصلاتك تمت صحيحة خاصة أصحاب الوسوسة أحيانا يحس بشيء أو أحيانا بسبب تقلصات في البدن تحدث هناك حركة لاحية في الدين داخل العضو لا تخرج شيئا لكن يحس الإنسان بخروج الشيء لا تخرج من صلاتك انتظر أكمل صلاتك لأن ربما تخرج من الصلاة تنظر لا تجد شيئا ثم تعيدها لا حاجة أكمل صلاتك ثم بعد ذلك إذا رأت شيئا أعدها وإذا لم تر شيئا فأنت أكملت صلاتك صحيحة طيب هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأختي مع العلم أنني في محافظة وهي في العاصمة وهي ضعيفة الحال ومطلقة ولديها ولد وهي عازلة معه في بيت أبي ما حكم الشريعة في ذلك يجوز بلا شك قبل قليل قلنا إخواني بالنسبة للزكاة الذي لا يجوز أن تعطيهم من مثلا أمك وأبوك لا يجوز لأنك ملزم بالإنفاق عليهم بدون زكاة أبناؤك الذين في عهدتك وأنت تنفق عليهم زوجتك كلهم لا يجوز يعني أصوله الفروع أما الأجنحة الإخوة الأخوات وأبناؤهم العم والخال العم والخال وأبناؤهم كلهم إذا كانوا فقراء يجوز لهم الزكاة بل لهم الأولوية تمام لهم الأولوية إذا تساوت حاجتهم مع فقير غريب لا هم أولى فبالنسبة لسؤالك هي أختك فهي من الأجنحة ليست من الأصول ولا من الفروع لم نطلعت منهم ولا من نطلعوا منك بارتصار فالأجنح يجوز الزكاة لهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والأخالات وأبناؤهم نعم كلهم يجوز لهم الزكاة أخ يقول هل يجوز شراء هدية بفلوس الزكاة لمريض علما دون أن أقول له هذه زكاة لاحظ أخي كان بتفصيل أولا إذا كان هذا المريض فقيرا ضعيف الحال ممن يستحقون الزكاة الشرط الأول مو لأنه مريض وحالة زيانة الزكاة لا يجوز حتى لو لم يكن مريضا لا يجوز إنما إذا كان فقيرا هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن تكون هذه الهدية مما ينتفع منه مو مودي لباقة ورد من فلوس الزكاة لا هذا لا يجوز الأفضل أن تسلمها له نقودا فلوس لأن الآن أعرفنا ما يخالف العرف لما إنسان يروح الفقير وينطيه فلوس يخلي جاول مخده فلوس جائز فإذا أعطيتها له من الزكاة دون أن تخبره حسنا فعلت انطينا الزكاة انطينا الزكاة حتى لو هو يحسبها فضل الأفضل موجودا تنطي فلوس أما لو أعطيته هدية مما ينتفع به وديت له جهاز كهربائي هو ما عنده ما عنده برات بالبير ما عنده ثلاجة أو ما عنده مثلا شفت ملابس رثة وردت تودي له ملابس هو فقير يجوز على رأي الحنفية ونفت به إن كان هذا الأمر ينفعه حتى لو كان بصفة هدية أما الهدايا التي هي ليست من المنافع الهدايا التي نقول الاعتبارية لا يجوز ذلك من الزكاة أبدا أخ يقول أنا أو أنت يقصدني أنت قلت في حلقة سابقة بأن من استغفر للمؤمنين والمونات كان له بقدر كل واحد منهم حسنة زين هذا طبعا ليس قولي أنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذكرناه في حلقات سابقة تمام يقول هل أقول استغفر الله للمؤمنين والمونات في كل مرة أم أقول ألف مرة استغفر الله وفي آخر مرة أقول للمؤمنين والمونات وتحسب ألف مرة أخي الكريم عندما أقول استغفر الله للمؤمنين والمونات أو استغفر الله للمؤمنين لأن كلمة مؤمنين تشمع المؤمنات إيش قطة طولت عندي ثانية واحدة يكتب لك أجر الأحياء والأموات من المؤمنين مليارات بثانية واحدة الأخ استفقل هذا الأمر وليد أقل يعني بالله لو واحد قل لك أكو ذكر يستمر عندك ربع ساعة يكتب إلك مليار حسنة مو غنيمة غنيمة شنو ربع ساعة طيب لو قل لك بخمس دقائق رح تفرح لو قل لك بدقيقة الله بدقيقة وحدة حصل مليار حسنة طيب هنا بثانية وهي الثانية مستفقلها تريد لازم بس استغفر الله وألف مرة من تكمل عود تقول للمؤمنين والمؤمنات يا أخي ما تقول لون رب العالمين بعد لون رب العالمين ولون النبس الله سلام يسهلن بعد الأمر من يلك بثانية وحدة تجيك مليارات الحسنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ثانية واحدة وتريد تقلل بعد منها يا أخي ما يصير ما يصير يا أخي لا تستفقل ويرحمكم الله لا تستفقل من هذا الذكر ترى باقي الأمم ما عدها مثلنا ما عدها أم ما كو أم مثلنا عد هذا التسهيل النبي صلى الله سلام بيّن بأننا أقل الأمم عملا وأكثرها ثوابا ما كو أم من الأمم إنه وين ما تجي الصلي بس عدنا النبي صلى الله يقول فضلت على الأنبياء بخمس من ضمنها وعدت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورة ما كنا بإنه وين ما تجي تصلي في كل مدينة هناك مكان يتخذ للصلاة مو كيف تصلي ببيتك لكن في أمتنا وين ما تجي تصلي بمكان عملك بيتك بالمسجد بالشارع وقفت بطريق وصليت لين بعد تريد السلام الأكثر الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هو من أدعية الأنبياء الله سبحانه وتعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وسيدنا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات واغفر لي والمؤمنين في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام فهي دعوة الأنبياء لو قلت استغفر الله للمؤمنين وتقصد شمول المؤمنات يعني كلمة المؤمنين عامة يجوز لكن استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وفي النهاية تقول للمؤمنين ومؤمنات لا هذه ستكون مع الأخيرة فقط يعني تحسبوا واحدة نعم زين أخ يقول المريض إذا وضع الكانيولة كيف يتوضع الكانيولة أو ما تسمى باللهجات العامية الكانولة أو الكانونة إذا وضعت كيف يتوضع الإنسان فوقها شوف أخي هذه تأخذ حكم ضماد الجبيرة الجبائر لما يساني جبر إيده يصبح عندها حادث نسو الله تعالى السلام والعافية ويجبسها جبيرة أو حتى إذا كان فقط لفاف ربما اليد لا تحتاج للجبيرة يكون بحارق أو جرح نسو الله تعالى السلام والعافية لنا ولكما لأهلنا وليحبابنا والمسلمين ولفها شون يتوضع الإسلام جعله لكل شيء حلا وإذا ضاق الأمر اتسع زين يعني أولا عند الوضوء تغسل الجزء الظاهر الذي ليس عليه الضماد تغسله نجي على مكان الجبيرة طارف أصابعك مبلله مسح لطيف مثل ما تمسع على الجورب ما حاجة كلها تقومت يعني تمرر إيدك عليها كلها بالمي مسح لطيف يعني تمررها على الجبيرة بأطراف أصابعك فكذلك في مسألة من يضع الكانيولا من يضعها كذلك نفس الشيء يغسل ما ظهر من اليد وهذا الضماد الذي يكون على يكون مع هذا الضماد يعني شريط لاسق أيضا تمسع عليه مسح لطيفا ووضوءك صحيح يتم صحيحا بعد ذلك أخون يقول أنا راعي غنم ضربت نأجة لسبب ما فرفست بشدة وخفت أن تموت فذبحتها هل علي الذنب علما أني حزنت عليها وهل لحمها حلال من حيث اللحم ما دام ذبحتها قبل الموت فلحمها حلال نعم أما من حيث الذنب بلا شك أن تآثم ومرتكب كبيرا من قال لك بأن أذى الحيوان حلال حرام هناك نصوص كثيرة جدا تأمرنا فيها بالإحسان إلى الحيوان بل هناك نصوص أن إنسانا دخل النار بسبب حيوان وإنسان دخل الجنة بسبب حيوان قبل قليل ذكرنا الرجل الذي دخل الجنة بسبب كلب سقاه وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض طيب فهذا حرام بلا شك ضربك للنعجة إلى درجة الخروف إذا ضرب يتحمل لكن أنه يبدأ يرفس إلى يا قاسي يا رجل وأنت راعي المفروض يكون قلبك أرقب بمواشيك من غيرك تضربه إلى درجة أنها ترفس إلى أي درجة أوجعتها غفر الله لك بلا شك أنت آثم وارتكب كبيرة يا أخي الإنسان إذا حمل الحيوان والحيوان من صفة أنه يحمل الأحمال والحيوان ما يغضب من يتحمل عليها هو إيش غلته هل رأيته فرساً هرباً من صاحبه أو حماراً هرباً من المزرعة لا علماً أنه يحملون عليه فهو راضي هذه فطرته لكن إذا حمل أكثر من طاقته يكون الإنسان عاصياً أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالترفق في أحمال الحيوانات ذوات الأحمال تصور سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه والصحابي الجليل إمام الشام إمام فقهاء الشام أبو الدرداء صحابي لما بدأ ينازع قال قربوا مني بعيري فقربوا منه استغربوا ماذا يريد فقال أيها البعير لا تشكني أمام الله فإني لم أحملك في حياتي ما لا تطيق الله أكبر لما صار ينازع جاكي أنما يستوهب من اللي بعير يقول لا تشتكي عليهم الله ترى والله ما في ديوم حملتك شي ثقيل هكذا هم تلاميذ مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن لو اتبعنا ديننا لكنا والله العظيم فوق الأمم كلها الآن تأتينا جمعيات رعاية الحيوان وجمعية كذا في النهاية يصعقون الحيوانات ويضعونها في المياه الكهربائية الصاعقة وليصعقوها بالكهرباء ويقولون نحن رعاية هذه هي أصول حقوق الحيوان قال أيها البعير لا تشكري أمام الله فإني لم أحملك ما لا تطيق فإنت تجي تضرب هاي النعجة وتخليه ترفس يا ظالم حرام عليك عليك حال ليس عليك كفارة لكن عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه زين لكن اللحم حلال مثل ما قلنا أخ يقول كنت أقرأ في كتاب فقرأت يحرم تصبير الحيوانات ما معنى تصبير الحيوانات التصبير مأخوذ من الصبر والمعنى أن يترك الحيوان في مكان حتى يجوع جوعا شديدا أو أن يموت جوعا هذا بلا شك حرام التصبير مصطلح عربي قديم كان يوصف لإعدام الأشخاص بالجوع كان أحيانا قسوة تكون يصير حروب فيكون هناك أعداء شديد فيقتل بعض الأسرى تصبيرا يخليه لما يموت من الجوع لا يقتله ولا مثلا يعدمه ولا شيء يخليه لما يموت من الجوع فاصطلح هذا المصطلح على الحيوانات يسمى التصبير يحبسه في مكان حتى يموت صبرا يعني بقى صابر على الجوع إلى أن مات فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصبير الحيوانات حتى بغير قتل يعني ربما إنسان غضب من حيوان حيوان غثة وقع من الدابة ماتة تعال ليش توقعيني يخليها يوميا يتلاثب لها أكل لما تجلس على الأرض من الجوع ثم بعد ذلك يعطيها هذا النوع من العقوبة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام ومن الكبائر طيب هذا هو معناه تصبير أخون يقول كنت في سفر ولم أعرف اتجاه القبلة فصليت بلا تعيين للمكان فما حكم صلاتي علما أني صليت ثلاثة أوقات بلا معرفة اتجاه القبلة عليك إعادة الأوقات الثلاثة أولا ليش اتجاه القبلة شرط من شروط الصلاة زين إذا كنت ما تعرف راح أقول لك شلون إذا ذهبت إلى بلد غير مسلم مثلا أو كنت لا تعرف اتجاه القبلة أو ربما خرجت في سفر إنسان طالع سفرة إلى بساتين أو إلى أرض مفتوحة بعض الدول يخرجون إلى الصحراء عليك اتخاذ كافة السبل أولا إذا كان في المكان الذي ذهبت إليه أناس عليك أن تسألهم عن اتجاه القبلة وإذا كانوا إليك الناس غير مسلمين فاسألهم عن الاتجاه شلون مثلا أنت رحت إلى يا دولة رحت إلى تركيا تركيا مسلمين رحت إلى فرنسا بلاد كفار ما لقيت مسلم تلازم تسأل على المسلمين الآن الحمد لله أغلب البلدان فيها مساجد لكن لينا قل لم تجد مسلما بس أنت تعرف بأن فرنسا هي شمال بالنسبة لي مكة المكرمة بالخارطة الآن مصابة طلع التليفون وشوف الخارطة وجدت خارطة مكة المكرمة هي جنوب جنوب شرقي جنوب غربي مبين واضح ما يراد لها شيء فاسأل أي إنسان في الشارع أين الشمال وإن الجنوب يقول لك هذا الجنوب هذا الشمال اتجه إلى الجنوب تكون قدرك تلقب له طيب يا ابن عمي ما لقيت ناس ولا اتجاهات أنت كنت في صحراء إذا كان عندك برنامج اتجاه القبلة والحريص على صلاته ينزل برنامجا فيه تجاه القبلة موجود تطبيق لا يأخذ شيئا من مساحة هاتفك وما عندك هذا الشيء لنقول ما عندك تليفون خلص شحن إذا كنت تعرف الشمس والغروب كذا فعليك أن تتبه طيب ما لقيت كل هذا الأمر عليك أن تجتهد توجه اليمين تخيل على اليسار أي جا ارتحت لها قلبك ارتع لها قلبك صلي وليس عليك أي عادة حتى لو تبين بأنك لم تتجه الاتجاه الصحيح إلى القبلة أما تجي بدون ما تتعب نفسك ولا تبع الاتجاه القبلة يلا خل صليتي الله أكبر عليك الإعادة تكون عليك الإعادة لأنك فردت بشرط من شروط الصلاة طيب هنا أخ يسأل يقول هل يجوز قضاء صيام يوم عرفة لا لا هذا وقت منضبط بزمن معين وقت يعني فضيلة متعلقة منوطة بزمن معين فإذا فات ذلك الزمن فإنه لا يقضى طيب هنا أخ يقول في هذا الشهر شهر ذي الحجة كان اليوم الأول من الأيام البيض هو آخر أيام العيد وقد ذكرت أنت في البرنامج بأنه لا يجوز صيام أيام العيد وأنا معتادة أن أصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وهذا الشهر صمت الرابع عشر والخامس عشر هل أصوم يوما آخر بدلا عنه نعم الأفضل أن تصوم يوما آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر على الأقل أن يصوم الإنسان ألا يترك صيام ثلاثة أيام من كل شهر على الأقل أفضل هو الأيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإذا لم تكن الأيام البيض فأي ثلاثة أيام أي ثلاثة أيام يفضل على الإنسان ألا يفرط بهذه السنة المؤكدة أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر على الأقل نعم وهي سنة مؤكدة وليست فرضا طيب انتهى وقت البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نومكم صالح الأعمال يدعو بعضنا لبعض إن شاء الله صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه إجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الله أهل الله أهل الله أهل الله